لا يتفق الأمريكيون على الحكمة العربية إرحموا عزيز قوم ذلك لذا فإن اقتحام منزل ترامب أمر فيدرالي لا يحتمل غضى الطرف عن سلوكية الرجل الأصفر زعيم الجمهوريين والرئيس الأمريكي السابق الحدث المفاجئ بمداهمة مكتب تحقيقات الفيدرالي لمكان سكن دونالد ترامب في فلوريدا جاء بمثابة إعلان حرب باردة بين الحزبين أو تحديدا بين الإدارة الأمريكية الحالية وترامب الوسائل الإعلامية الأمريكية غير المحسوبة على الحزبين ذهبت إلى تفسيرات تدلل على وجود حالة احتقان تقترب من حرب أهلية في الولايات المتحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين وأتباعهما الأقرب من تلك القراءة هو السباق والتنافس على انتخابات النصف الثاني التي ينتظرها أنصار ترامب على أحر من الجمر لإسقاط ورقة بايدن أما الأوراق التي بحث عنها الفيدراليون بحسب وسائل إعلام أمريكية فتؤكد أنها سرية للغاية تكشف وثائق عن الدولة العميقة وخطط الدولة خمنوا حصول ترامب عليها بعد أن ألقى كلمة سابقة له وفعل فيها جرس إنذار داخل أروقة الحكومة الأمريكية لتسارع بالمداهمة والتفتيش بأدق التفاصيل ولمدة ساعات كلمة ترامب المثيرة لخطوة المداهمة التصادية قال فيها أنه سينهي وجود الدولة العميقة وهو ما يدلل على احتمالية كبيرة بحصوله على أوراق قد تغير المعادلة الأمريكية إلى ما ينذر بخطر يهدد الدولة بينما يرى أنصار ترامب أنها ثورة جمهورية على استعادة أمريكا ماء وجهها بعد أن جففه بايدن بقرارات داخلية وبسياسات خارجية قاتلة أو كما قال ترامب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر